هارون الرشيد حفيد مؤسس الدولة العباسية أبو جعفر المنصور وهو من أشهر الخلفاء العباسيين وأكثرهم ذكرى استلم الخلافة وهو في سن الثانية والعشرين بعد وفاة أخيه الهادي ما هذا العالم الذي جئت لأحكمه؟ ما هذا العالم؟ كان يجب علي أن أحس بالسعادة، ولكنني ولنا فيك خير خلف لخير سلف يا مولاي وما عليك الآن إلا أن تستقبل الناس من أجل البيعة حسناً، ليدخل الناس علي غداً بالبيعة ولنباشر شؤون الحكم من الغد ليطمئن مولاي، سيكون كل شيء كما ترغب وسنشرف على كل صغيرة وكبيرة بأنفسنا مولاي، إن الجيش على تخوم الدولة في الديلم ولابد أن تتابعه بنفسك أحسنت يا ابن الربيع سأتابع أمور الجيش بنفسي وليكن معي غداً القاضي أبو يوسف أمرك يا مولاي وبعد أن استلم هارون رشيد بايعه الشعب واستقبله بالورد والهتاف فقد علم الجميع عن عدله وحكمته وحينما تولى الحكم بدأ بتغيير المناصب ورفع الضرائب وتثبيت قواعد الدولة واتخذ من يحيى البرمكي وزيره الأول أبا الفضل لقد قلتك أمر الدولة وأخرجته من عنقي إليك فاحكم في ذلك بما ترى من الصواب استعمل من تراه اعزل من تراه وها أنا أضيف إليك الخاتم خاتم الخلافة لتسير الكتب إلى الأمصار إنني أسعى ليكون القضاء بمنزلة الحكم فلا قضاء محكم بدون عدل منعم والعدل أساس الملك الملك يا مولاي يقوم على أركان عدة طاعة ولاة الأمر وتنظيم الدولة ورعاية الرعية والعدل وابن الخطاب رضي الله عنه كان عادلا فأمن فنام ولكن كل قاض يحكم بما يراه الصواب وإنه لا يرى من خلال تأويله للأحكام وإذا وقع ظلم فمن يراجع القاض في حكمه من يقل إنه أصاب أو أخطأ إذا ما تخاصم أحد العامة مع قاض إلى من يلجأ إذا ما تخاصم قاضيان ولما يتخاصم قاضيان أوليس بشرا يا فضل نعم يا مولاي القاضي بشر يصيب ويخطئ أبا يوسف ستكون أنت قاضي القضاة قاضي القضاة يا مولاي لم نسمع به من قبل سيكون أبو يوسف قاضي القضاة يحكم بين الناس بين العامة والخاصة بالعدل فلا إثم ولا عدوان إلا أن يحق الحق بارك الله بك يا مولاي وإنها لسنة محمودة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعيظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخذ ذلك خير وأحسن تأويلا وكان بعد تولي الرشيد الخلافة وجب عليه اختيار ولي العهد من بين ولديه محمد الأمين ابن زوجته زبيدة وعبد الله المأمون ابن زوجته الفارسية فوقع اختياره على الأمين لصفاء نسبه القرشي وهذا ما لم يعجب البرامكة رغم كل الاهتمام الذي ولاه الخليفة لهم في الحكم إلا أنهم بدأوا بتدبير مكيدة للتخلص من الأمين وإبقاء المأمون الذي تربى عندهم منذ صغره بعد وفاة أمه تتطاول علينا؟ هذا جزاء كل من يكسر هيبتنا لقد طال رأسك يا هارون فحاول يحيى البرمكي قتله بالسم ولكن بسبب خطأ من جارية كان جعفر بن يحيى من تناول السم من يستطيع أن يصل إلى جعفر يستطيع أن يصل إلي ليس كذلك يا أبا الفضل ليس الأمر بهذا المنح يا مولاي جارية تحاول قتل جعفر بالسم وليس الأمر على هذا المنح ماذا لو كنت أنا من تجرع هذا الكأس؟ حماك الله يا مولاي حماك الله ورد عنك كيد أعدائك وبعد أن أحس الرشيد بأن هناك من يحاول التخلص منه أرسل العيون في كل مكان لمتابعة الأخبار داخل القصر دون أن يشعر أحد وبدأ يخفي كل ما يعلمه حتى لا يثير الشكوك حوله لا أدري لا أعلم لا أعرف مفردات لا أريد سماعها أريد أن أعرف كل شيء يجري في هذا القصر يا ابن الربيع انصرف ولا تتغافل عن أي شيء مهما كان صغيرا هيا في مدينة كبغداد يكثر فيها الشطار والعيارون ليس بسبب ضعف الأمن ولكن بسبب عدم قدرتهم على بسطه لذلك يختبرون قدرتهم في التلاعب بالشرطة من أجل إرضاء رغبتهم في التفوق أو تظن يا ابن الفضل أن الشطار والعيارين فقط في الأسواق لا إنهم في كل مكان حتى هنا في القصور وفي جنبات الملك ونحن يمدنا الله بسلطانه ألبسنا ثوب الملك فما علينا إلا أن نخدم الناس نعرف ونغض الطرف طالما أن الأمر لم يصل إلى إطلاف البشر والأملاك وإذا ما وصل الأمر إلى هذا الحد فليس أمامنا إلا السيف يا أبا الفضل أبا الفضل سأنزل الأسواق بنفسي ورغم كل ما كان يمر به الرشيد من مؤامرات إلا أنه لم ينس يوما فقيرا أو محتاجا أو عابر سبيل إلا أغدق عليه وأكرمه أبا الفضل زد من عطيات دار السبيل ولا تدع أحدا يأتي بغداد إلا واستزاد من زاد الله وشرب وسق دابته كل هذا على نفقة الله ومما أعطانا الله إياك يا أبا الفضل أن يعبر أحد بغداد ويخرج جائعا ومثل الذين ينفقون أموالهم بتغاء مرضاة الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير الفتنة في الشام نائمة وإن تم إيقافها الآن فهي كدافن الجمر تحت الرماد لا بد أن تشتعل صدقت يا مولاي صدقت كلما خمدت أوقظت بين هذا وذاك صدقت ليت لي قوسا أوتره فأرسله إلى الشام ليقتل من يوقظ الفتنة هناك أنا قوسك يا أمير المؤمنين سهمك الذي لا يخطئ وسيفك الذي لا يثلم أنت لها يا جعفر ولكن هل أنت قادر على الإصابة بدقة وأنت ما زلت مريضا لقد عفاني الله يا أمير المؤمنين وأنا لا أقبل أن أصيب إلا في القلب وأنا في قلب القلب وفي هذه الفترة أصيب الرشيد بوعكة صحية أقعدته عن الحكم لأيام مما جعل يحيى البرمكي يستغل الفرصة ويحاول عزل الأمين وتسليم المأمون مكانه حتى يتسنى له أن يتحكم بالدولة كما يشاء بسم الله الرحمن الرحيم أنا عبد الله هارون الرشيد أعزل محمداً ابن هارون عن ولاية العهد والله خير الشاهدين أنا عبد الله هارون الرشيد أولي عبد الله المأمون ولاية عهدي وإمارة المؤمنين بعدي تقدم يا مولاي تقدم واستلم دفة الحكم أبا الفضل ماذا تظن أنك فاعل ماذا تظن أنك فاعل ليستعد الجيش الحراس إلي بالحراس مولاي هارون الرشيد وهنا اكتشف الخليفة الرشيد خيانة البرامكة وأضمر في نفسه ما كان يريد فعله حتى يأتي وقته المناسب ومع كل هذا الذي كان يجري داخل القصر فقد كانت الفتن تمتد في البصرة وبقية المدن يقولون إن أبا عصمة يا مولاي يدعو لابن الهادي جعفر ولكنها فتنة صغيرة يا مولاي لا تصغر الأمور يا ابن الربيع فتنة صغيرة إذا امتدت أكلت كل شيء واستطاع الرشيد التصدي لها وقضى عليها للفتن الداخلية التي قامت ولما جاءه خبر تأخر مصر عن دفع الخراج لماذا تأخر خراج الكنانة؟ تأخر الخراج وهذا يعني أن هناك ريبة وشك في والينا على مصر هل لديه عذر يا أبا الفضل؟ يقول يا مولاي إن المياه فاضت على أراضي الفلاحين فأغرقت حرسها وزرعها يقول يقول والرشيد لا يعلم أي شيء الناس في ضيق والرشيد لا يعلم ماذا سأقول لله يوم القيامة؟ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم إنني لم أكن أعلم لأن البرمكي لم يخبرني لم أرد أن أعكر صفوك يا مولاي تعكر ماذا؟ تعكر صفوي يا يحيى والناس ذهبت أرزاقها وأنت تكتم عني يحيى مولاي أريد بريد الأمصار والأقطار فور وصولها سمعا وطاعة يا أمير المؤمنين ولما أحس الرشيد أن أمر الولاية من بعده بدأ يتحدث به الخاصة والعامة قرر بعمل شيء ينهي الحديث في هذا الأمر ليكتب المأمون كتاب عهد يرد به على كتاب الأمين أمر مولاي وليعلق الكتابان على أسوار الكعبة لا يحتاج الأمر إلى ذلك يا مولاي الناس كلها تدين بالولاء والطاعة دون أيمان وعهود غليظة لا أخشى الناس يا أبا الفضل فالناس تعرف قدرنا وحقنا كما نعرف قدرها وحقها وإنما أخشى التأجيل والتسويف وقد سلم الرشيد أمر خراسان وبلاد ما وراء النهر إلى الفضل من يحيى البرمكي ولما قامت فتنة الطالبيين اجتمع بمجلسه يشاور في أمرهم وكان الفضل قد استعد لردهم وإخماد الفتنة يحيى الطالبي يجيش علينا في الديلم الفضل والينا على خراسان أين هو من كل ذلك؟ أجزم يا مولاي أن الأخبار لم تصله وإلا لكان قد تصرف أريد أن أعرف كل أخبار الطالبي فإن عظم أمره أدخلنا في حرب أبناء الأمومة فلا من جاء منها إلا بدمنا ودمهم فتنة في الشام فتنة في خراسان الروم والبيزنطيين الخزر والخليفة هو المسؤول تأخرت بإخباري أيها المنذر أكثر ما أخشاه أن يكثر أتباع الطالبي ما إن علمت بأمرهم حتى أتيت إليك يا سيدي المهم رتب لي رقاءا مع الطالبي فور وصوله أريد أن أراه وجه لوجه قد أرسلت إلى أمير المؤمنين أخبرته بذلك سأفعل ما تأمر به يا سيدي تفضلوا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أبا الحسن هذا الفضل بن يحيى البرمكي قائد جيش أمير المؤمنين هارون الرشيد قد أتى بنفسه إليك ليطمئنك أن الرشيد يداول الأمر مع وجوه بن العباس سيان الأمر سيان فأنا هنا منيع بين أصحابي وأهلي ولست أنتظر الرشيد حتى يعفو عني نعم أنت منيع هنا ولكن هذا لا يحميك من جيش بن العباس يا سيدي أنا هنا لأحقن دماء المسلمين فهذا حقهم علي وهذا حقهم عليك أيضا الخليفة يغذق الأموال الكثيرة ليقضي على أعداء الأمة وفي الوقت ذاته الناس يعيشون في رغد وسعة أما أنت فبماذا تعيدهم؟ ماذا قلت؟ أريد جوابه قد أوافق إذا تحق غلي ما أريد وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير ولما عاد الفضل بصحبته الطالبي لم يخبر يحيى البرمكي الرشيد بذلك ولكن الخبر وصل من العيون التي وضعها داخل القصر وبدأ يشعر بخطر البرامكة يزيد ويكبر وكان في داخله يحضر لشيء كبير أبو الفضل وجعفر بالباب يا مولاي ليدخوله أمرك مولاي السلام على مولاي السلام عليكم وعليكم السلام ماذا جاء في كتب خرسان يا أبو الفضل؟ الأخبار تسر الخاطر يا مولاي الفضل سيحضر الطالبي إلى هنا في وقت قريب والمحمرة سنقضي عليها يا مولاي عندما يصل الطالبي إلى هنا سأرسل الفضل إلى هناك ألم أقل لك أن ترسل يزيد الشيباني؟ هذا كان رأيي يا مولاي رأيك؟ رأي وزيرنا جعفر والرأي ما يراه وزيرنا من يذهب؟ من يأتي؟ من يحارب؟ لا يهم المهم أن الدولة قوية منيعة من يعطي؟ من يمنع أعطيات بني هاشم؟ لا يهم ما يهم أن سمعة وزراءنا كالراية على جبل أجم المعذرة يا مولاي أعلمني يا بالفضل ما يجري فالخليفة لا بد أن يعرف إذا ما سئل عن شيء العفو يا مولاي كل ما يجري يجري بأمرك وبخاتم الخلافة الذي بين يديك يا أبتاه هذا الختم لا يختم شيئا إلا بأمرك يا مولاي كما ختمت كتاب تقسيم الدولة بين ولدي يا يحيى أنا؟ أنا يا مولاي؟ كيف ذلك؟ لا هذه دولة يا يحيى دولة لا تقوم على شخص بل تقوم على قوانين وسنن حتى إذا ذهبت أنا يجب أن تبقى لا ترتبط بأحد لا بوزير ولا بخليفة ولا بولد خليفة ولا بأولاد خليفة بل بهم كلهم جميعا أمواتا كانوا أم أحياء يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوه اعدلوه وأقرب للتقوا واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم أين أمسى الفضل؟ على مشارف بغداد يا مولاي كم عدد جنوده؟ عشرون ألفا يا مولاي والفرسان؟ مئتا فارس راقبه خطوة بخطوة وإذا ما دخل بغداد أعلمني وعلى الملأ واتبعني بكل حركة أقوم بها هم يتحاذقون وأنا سألاعبهم على طريقتي مولاي الفضل بفرسانه على مشارف القصر يا مولاي يا أمير المؤمنين ليس كل ما يشاع هو الحقيقة لقد أتى الفضل بفرسانه كي يرهب بها أعداء الله مدافعا عن الدولة الفضل خادمك المطيع يا مولاي ولن يفعل شيئا إلا ما تأمره به مولاي مولاي الفضل بن يحيا على أبواب القصر وحده يا أمير المؤمنين أنت الخليفة ولن يظهر منا إلا ما يرضيك دعه يدخل مولاي هل أنجزت ما أمرتك به؟ الطالبي ينتظر إشارة للدخول عليك لترتاحوا من وعثاء السفر سأراه في الصباح أحمق لم أفعل شيئا يا أبي سوى أني أرهبت القصر ومن فيه أرهبت القصر وكنت ستودي بنا إلى التهلك وما زال جميع من يحيط بالرشيد يحاول تنبيهه من خطر البرامكة وما يخططون له ما زال هارون الرشيد ببالي العاقل الحاذق الذكي الذي يدير الأمر برأسه قبل أن يقدم على أي خطوة وأنا لا أراك إلا كما رآك والدك المهدي رحمه الله أهلا للحكم قبل غيرك فأدر الأمر برأسك يا أمير المؤمنين وانظر حولك علك تسد الثغرات أوصل بهم الأمر إلى هنا؟ من أوصلهم إلى هنا سيعيدهم إلى مكانهم مرة أخرى حفيد المنصور وابن المهدي لن يخذ لنا أبدا لن أخذ لنفسي ولن أخذ لكم ولن أركن لضعف في ذاتي سيرون مني ما لم يروه في حياتهم وبدأ الرشيد الاستعداد للتخلص من البرامكة والخطر الذي يهدده منهم ليث استبدل كل جنود القصر برجالنا المخلصين لا تدع أحدا من رجال البرامكة على أبوابهم استبدلهم جميعا دون أن يشعر أحد ليث أرسل لقوادنا على أطراف ومشارف بغداد أن يكونوا على أهبة الاستعداد وأرسل إلى القائد عبد الملك بن صالح أن يكون جاهزا مع جنده إذا ما لازم الأمر انصرف وكان الوزير جعفر البرامكي قد جهز جارية لتقتل الرشيد وأعطاها خنجرا مسموما ماهي ماهي تخلصي من الرشيد أمر مولاي مولاي أرجوك احترس من الجارية التي جلبها جعفر فقد أعطاها خنجرا مسموما ليث أرسل رسالة إلى الفضل بن يحيا أخبره أن الأمور استتبت لنا في القصر ودع جيشنا يرابط على أطراف بغداد تعال وحدك إلى القصر كي لا تستثير بن العباس القصر أصبح تحت قبضتنا اختم الرسالة بخاتم أبي الفضل واقبض على جميع الجنود المقربين من الفضل أما زلت هنا؟ أمر مولاي أحسنت يا أبي أحسنت يا جعفر جهز لي خمسة فرسان ينطرقون معي إلى بغداد أجن انت يا هذا ماذا تفعل هنا؟ لا خروج لك من هنا إلا بأمر مولاي امتثل وإلا مولاي الفضل بن يحيا على مشارف بغداد اقبض على يحيا البرمكي بأمر مولاي كيف دخلتم إلى هنا؟ كيف؟ أين الحرس؟ سيقضي عليك جنودي لم يبق لك جنود في هذا القصر جميعهم في السجن هيا أحضروه لقد وليتك شؤوني وفوتك في كل شيء وإذا أخطأت صوبت لك ولكنك خنت ثقتي يا يحيا ألم أرفعك إلى مرتبة لم يحصل عليها أحد؟ مولاي مولاك؟ وأنت وأولادك تكيدون لي؟ ابن الربيع ضعوه في السجن وكانت نهاية يحيا البرمكي في السجن وأما عن جعفر مولاي ترسل من يقتلني يا جعفر؟ تحاصرني تطلب النسبي وأنت تكيد لي؟ تريد أن تولي المأمون؟ استحلفك يا مولاي استحلفك بما لي عليك من دالة بأيام قضيناها معا ومن شباب انفقناه استحلفك بالله يا مولاي فاصمت ومت وأنا بنفسي منك شيء جميل خبأته من أيام الصبا اغفر يا مولاي اغفر أبا هاشم مولاي اتني برأسه قبل أن أرسل من يأتني برأسك ورأسه أمرك مولاي مولاي أين أبي؟ أين أخي جعفر؟ تأتيني بفرسان يا فضل؟ نعم وسيهدمون القصر على من فيه عندما تقتل يا فضل سيعلنون الولاء خائف ها؟ كان جعفر خائفا أيضا قبل أن يقتل ولست عندي أغلى من جعفر مسرور؟ وهكذا تنتهي نكبة البرامكة وتولى الوزارة بعدهم الفضل بن الربيع كما تولى الرشيد أمور الحكم بنفسه حيث كان يتنقل في أرجاء دولته ويقود الجيوش ضد الثائرين وضد البيزنطيين هارون الرشيد كان من خيرة الخلفاء فقد كان يحج عاما ويغز عاما وقد تم فتح الكثير من البلدان في زمنه واتسعت رقعة الإسلام واستتبى الأمن وعم الرخاء وكثر الخير وقد كان أحيانا يطوف بنفسه متنكرا في الأسواق والمجالس ليعرف ما يقال فيها وقد تميز عصره بالحضارة والعلوم والازدهار الثقافي والديني وأسس المكتبة الأسطورية بيت الحكمة في بغداد وبدأت بغداد خلال فترة حكمه بالازدهار كمركز للمعرفة والثقافة والتجارة كان الرشيد في أواخر أيامه وحيدا حزينا يخفي علته عن الناس فقد كان مصابا بمراض في معدته واشتد عليه وهو في طريقه إلى خراسان للقضاء على ثورة رافع بن الليث مما أدى إلى وفاته ودفنه في مدينة شمال إيران رحمه الله وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ مَرَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ الصحابي الجليل عمر بن الخطاب ابن نفيل العدوي القرشي رضي الله عنه من العشرة المبشرين بالجنة بشره النبي بقصر بني له في الجنة ولد بعد عام الفيل بثلاث عشرة سنة أمه حنتمت بنت هاشم بن المغيرة أخت أبي جهل عمل في الجاهلية برعي الأغنام تعلم القراءة والكتابة وتذوق الشعر كان يتردد إلى أسواق العرب الكبرى مثل عكاظ وذي المجاز استفاد منها في التجارة ومعرفة تاريخ العرب يعد من أشراف قريش وإليه كانت السفارة في الجاهلية فكانت قريش إذا وقعت لهم حروب بعثوا عمر سفيرا وإن نافرهم منافر أو فاخرهم مفاخر بعثوا عمر ثم عمل بالتجارة وربح منها مما جعله من أغنياء مكة حتى جاءت دعوة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وانتشرت بين القبائل في مكة فقاوم عمر بن الخطاب ورفض اتباع محمد وعذب من آمن من قبيلته حتى جاءت لحظة وقع في قلب عمر من الإسلام شيئا رويعي الغنم عبد الله بن مسعود قد فرقت لك يا ابن أم عبد إلى أين؟ ألا تصلنا بصحبتك يا رويعي الغنم؟ هذا الطريق لا فسحة فيه لأمثالك تسحى مسادة قريش فيه؟ دعني وشأني يا قلها أبو جال لماذا تخشى قولها أمامي؟ لم يعلمكم صاحبك من لا تخشوا في الله أحد وأن تصبروا على الابتلاء منه لا حيلة له بالعاجس الضعيف إسلامنا وغيره رويعي الغنم يبقى رويعي الغنم وإن كان هذا ما تخشاه فإنه آتيك على كل حال انظروا ساقيه انظروا كساقي قطاط بمثل هذا يخوفنا محمد يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون والله إنك لخير الرجلين وما أظن دعاء النبي يخطئك وبدأ الإسلام بالدخول إلى قلب عمر بن الخطاب ولكنه لم يتمكن منه لشدة تعلقه بدينه وقبيلته ولما زاد عدد المسلمين زاد بطش قريش لهم حتى كان لعمر بن الخطاب رأي ظن أنه الصواب قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو ذاك محمد إليه يرجع هذا الأمر كله وما جره علينا من مصائب لوددت لو أذهب إليه فأخترته بالسيف عمر بن الخطاب رضي الله عنه أريد هذا الرجل محمد الذي فرق أمر قريش كيف قلت؟ قال عمر رجل لرجل والله لقد غرتك نفسك يا عمر أترى بني عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمد قال عمر بل أنضي بعدئذ إلى بني هاشم بنفسي ليقتلونني به وينقضي هذا الأمر أهوان الشرور بل أعظمها أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم أولا؟ قال عمر أي أهل بيتي أختك فاطمة بنت الخطاب وزوجها ختانك وابن عمك سعيد بن زيد بن عمر فقد والله أسلما وتبعى محمدا على دينه إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا قال عمر فاطمة سعيد وأنا ذا عمر قال سعيد بن زيد رضي الله عنه اختبئ هنا هو لن يسمع أخي قال عمر ما هذه الهينمة التي سمعتها عندكما ما سمعت شيئا إلا حديثا تحدثناه بيننا قال سعيد بن زيد رضي الله عنه أجل قال عمر بلى والله لقد سمعت أنكما صبئتما وتابعتما محمدا على دينه فلا تكذبا قال سعيد بن زيد رضي الله عنه أرأيت يا عمر لو كان الحق في غير دينك قال عمر بن الخطاب إذا فعلتما قال سعيد بن زيد رضي الله عنه عمر عمر قم عن زوجي أيها المتجبر قال سعيد بن زيد رضي الله عنه عمر يا عدو الله أتضربني وزوجي على أن نوحيد الله ما كنت فعلا ففعل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أجل قد أتلمنا على رغم أنفك قال عمر أهذا الذي كنتم تقرؤون منه أعطني إياها فأقرأها لا أفعل قال عمر ويحك قد وقع في قلبي ما قلت طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنة من هذا فرت قريش إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى ينبغي لمن يقول هذا ألا يعبد معه غيره أخي سيدي وحبيبي قال عمر خباب أنت القارئ أبشر يا عمر فإني أرجو أن تكون قد سبقت فيك دعوة رسول الله اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بأبي الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب قال عمر أَوَ قَدْ قَالَ لَكَ ذَلِكَ أَمَا وَاللَّهِ قَدْ قَالَهَا قال عمر خذوني إلى رسول الله وأصحابه إنه عمر بن الخطاب جاء متوشحاً بسيفه ما لكم قد وجلتم افتحوا له فإن يرد به الله خيراً يسلم وإن يرد غير ذلك يكون قتله علينا هينا ما جاء بك الساعة متوشحاً بسيفك ألا تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة قال عمر يا رسول الله جئتك أؤمن بالله ورسوله وبما جئت به من عند الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر قال عمر زيد أخي سبقتني بالإسلام يا زيد وما كنت لأستأذنك فلقد كنت جباراً قال عمر ولن تجدني في الإسلام خواراً وإني أشهد الله ورسوله وأشهدكم أني لا أترك موقفاً آذيت به مسلماً إلا وقفت فيه مدافعاً عن الإسلام لأستدرك على نفسي ما سبقتموني إليه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين أيها الناس اعلموا أني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله وقد جئت تتحدانا في نادينا والله لنذيقنك ما كنت تذيق من سبقك يكنى بأبي حفص وحين أسلم لقبه الرسول صلى الله عليه وسلم بالفاروق لأنه أظهر الإسلام بمكة ففرق الله به بين الكفر والإيمان ما كان أغناك عن هذا أفلا كنت كتمت؟ قال عمر لا أكتم الحق وقد علمته ولأفرقن بين الحق والباطل كما فرق الله بين الليل والنهار ولما اشتد أذى قريش ونزل الأمر بالهجرة وهم عمر بن الخطاب بالهجرة أبا إلا أن يعلن هجرته فتقلد سيفه ومضى إلى الكعبة فطاف بالبيت سبعة ثم أتى المقام فصلى ثم وقف وقال شاهت الوجوه لا يرغم الله إلا هذه المعاطس قال عمر اعلموا أني مهاجر فمن أراد أن تثكله أمه ويؤتم ولده أو يرمل زوجه فليلقني وراء هذا الوادي لازم عمر رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يوم وفاته والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم وعند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اضطرب المسلمون واندلعت الفتنة بينهم قام عمر رضي الله عنه وقال قولته الشهيرة كبد رسول الله يا عمر قال عمر ما تقولون ثكرتكم أمهاتكم قطع الله ألسنة من يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي لا بلى يا ابن الخطاب خرج الخبر من بيت عائشة أم المؤمنين قال عمر قلت لا ما مات رسول الله ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران فقد غاب عن قومه أربعين ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد مات والله لا يرجعن رسول الله كما رجع موسى فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم زعموا أن رسول الله مات تعقلون ما أقول لكم كفوا ألسنتكم فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته قال أبو بكر رضي الله عنه على رسلك يا عمر أنصت قال عمر ألا تسمع ما يقول هؤلاء الناس قد نافقوا يا أبا بكر قال أبو بكر رضي الله عنه أنصتوا إلي أيها الناس الحمد لله القاهر فوق عباده أما بعد فإنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وبعد وفاة النبي كان لابد للمسلمين من اختيار رجل يأتمرون بأمره ويجتمعون على كلمته خوفا من الفتنة فقد بدأ الناس بالخلاف أدرك الناس يا عمر لا تزهلنكم المصيبة عن صلاح أمر المسلمين قال عمر ويحك قل لقد اجتمع الأنصار بأشرافهم في سقيفة بني ساعدة ينظرون في من يؤمرون منهم على المسلمين ليخلف رسول الله في الناس وأحسبهم قد اجتمع رأيهم على سعد بن عبادة قال عمر انظر من يخرج لنا أبا بكر من بيت أم المؤمنين عائشة من فوره قال أبو بكر رضي الله عنه ويحك يا عمر ألا ترى أني منشغل بجهاز رسول الله فما قال عمر أمر جلل يا أبا بكر ووالله لو جاءني الخبر الآن بموت ولدي ما شغلني عن مصيبة برسول الله ولكن صح القلب من هول الصدمة الأولى ولئن انقضى هذا اليوم قبل أن يجتمع أمر المسلمين على رجل يخلف رسول الله ويرضاه خاصتهم وعامتهم فلا ينفرطن عقدهم ولا يذهبن نظامهم فتكون مصيبتنا في الإسلام أعظم من مصيبتنا بموت رسول الله فالله الله في الإسلام يا صاحب رسول الله فلما وقع الخلاف على من يؤمرون عليهم وقع خيار عمر بن الخطاب على صاحب رسول الله أبي بكر وشجع الناس على مبايعته فقال قال أبو بكر رضي الله عنه ابسط يدك نبايع لك قال عمر لا والذي بعث محمدا بالحق وأن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبي بكر قال أبو بكر رضي الله عنه أنت أقوى مني قال عمر إن كان بي من قوة فهي لك مع فضلك ولا ينبغي لأحد بعد رسول الله أن يتقدم عليك أبا بكر أنت صاحب الغار وثاني الثين وأمرك رسول الله حين اشتكى فصليت بالناس يا معشر الأنصار ألستم تشهدون أن رسول الله قد أمر أبا بكر أن يأم الناس فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر أبسط يدك يا أبا بكر قد أبليتم اليوم بلاء حسنا يا أبتي فتنة وقال الله شرها قال عمر بن الخطاب والله ما اختبرنا في موطن ولا مشهد مع رسول الله كما اختبرنا في هذا الأمر مصيبتنا في وفاة رسول الله وخشيتنا أن ينقطع حبل المسلمين بوفاته ولقد كان فينا والله يعصمه ويوحي إليه ونحن نهتدي به ونطيع أمره ثم اليوم إذ نحن قد تركنا لأنفسنا في يوم عصيب واختبار عظيم إما أن يكون فيه صلاح الأمة أو فساد أحوالها كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون شجع عمر رضي الله عنه الناس على بيعة أبي بكر رضي الله عنه للخلافة حتى جمعهم الله عليه وأنقذهم من الفتنة فقام عمر رضي الله عنه يوم الثلثاء فجمع الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال قال عمر أيها الناس وإن الله قد أبقى فيكم كتابه الذي به هدى الله ورسوله فإن اعتصمتم به هداكم لما كان هداه له وإن الله قد جمع أمركم على خيركم صاحب رسول الله وثاني اثنين إذ هما في الغار وأولى الناس بأموركم فقوموا فبايعوا قال أبو بكر رضي الله عنه الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله أما بعد فإني وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني الصدق أمانة والكذب خيانة والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له إن شاء الله والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله يا معشر المسلمين أمر خليفة رسول الله أن يتم بعث أسامة بن زين لما رتبه رسول الله قبل وفاته ألا لا يبكين أحد من جند أسامة إلا خرج إلى عسكره بالجورف قال عمر يا خليفة رسول الله إن العرب قد ارتدت كما قد علمت وأنت تريد أن تنفذ جيش أسامة وفيه جماعة المهاجرين والأنصار وأبطال الناس ونخشى عليك في غيبتنا الغرة وأن يحيط الأعراب المشركون بالمدينة فيتخطفوك والمسلمين وفي المدينة حرم رسول الله فلو حبست الجيش عندك لتقويت به على من ارتد من هؤلاء العرب قال أبو بكر رضي الله عنه والله لو علمت أن السباعة اخطفني لأنفذت بعث أسامة كما أمر به رسول الله ولا أحل لواء عقده رسول الله ولو لم يبق في القرى غيري لأنفذته هل لقي قولي يا عمر؟ ارجع إلى أسامة ومن معه ولا تغادر الجيش حتى آمرك قال عمر اختلى بي بعض وجوه الأنصار من ذوي الأسنان والسابقة وقالوا إن أبى خليفة رسول الله إلا أن نمضي فأبلغه عنه واطلب إليه أن يولي على الجيش رجلا أقدم سنا من أسامة قال أبو بكر رضي الله عنه ثكلتك أمك وعذبتك يا ابن الخطاب استعمله رسول الله وتأمرني أن أنزعه ما ظنك الآن يا عمر؟ قال عمر ظني أني غليظ شديد وأن رسول الله أجل وأعظم وأرحم وأكرم وأني عبد الله يعلم ولا أعلم يقدر ولا أقدر أما غلزتك فقد وضعت في الذب عن الإسلام فإن غلوت ويت خليفة رسول الله يوازنها برفقه فيعتدل أحدكما بصاحبه حتى لا تكون الكوة عنفا ولا يكون الرفق ضعفا قال عمر أبو بكر كان يقول حين أردنا بيعته أنت أقوى مني يا عمر وأنا أقول أضع قوتي معك وكنا نراه إذا صلى وجهر بالقرآن غلب عليه البكاء فنخشى أن يطمع الناس برقته إذا تولى فلما أرشدنا الله إذا بيعته وصار خليفة رسول الله رأيت منه قوة في الحق أين منها عمر صدق رسول الله ليس الشديد بالصرعة محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ترى هم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ قد خلفنا أقوامنا وراءنا وأتيناك برأي رأيناه وعزمنا عليه فلعلك تستمع إليه وترضى به فنرجو عنكم بخير لنا ولكم إنا لم نترك الإسلام كما تركه آخرون ولكننا أحق بأموالنا نصنع بها ما نشاء وقد أدينا الزكاة وقدمنا الصدقات إلى رسول الله ما كان فينا فالآن لا نؤديها لك أو لغيرك قال أبو بكر رضي الله عنه أتمنعونني ما كنتم تؤدون لرسول الله وبأي حجة ظاهرة وكيف أكون خليفة رسول الله إن لم أخلفه على صدقات المسلمين وهي حق الله في أموال الناس وهل تغير شيء في دين الله بانقضاء أجل رسول الله والله حي لا يموت ولئن رضينا منكم أن تفرقوا بين الصلاة والزكاة فكأننا رضينا أن نؤمن ببعض الكتاب وأن نكفر ببعض وإن عرى الإسلام حبل واحد فإن قطم عروة منه فلا يلبث أن تنفرط عراه الأخرى لا والذي بعث محمدا بالحق بل تؤدون الزكاة وتسوقون الصدقات كما صنعتم مع رسول الله لا ينقص منها شيء هل وعيتم؟ عودوا إلى رحالكم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا الآن نغزوهم في بلادهم كلا في بلده وتخرج الألوية معا كل في وجهته حتى نحول بينهم وبين اجتماعهم تحت راية واحدة على أن جيوشنا وإن كانت تتفرق في الأنحاء على الوجه الذي ذكرت فإنها بخلاف أعدائنا تبقى موصولة كجيش واحد وذلك بالبريد الذي رتبناه بيننا وبين المدينة حتى أتابع وأصحابي ما يقع منها وما يقضي الله فيها على حسب الخطة الجامعة ويكون أبو سليمان خالد بن الوليد بمنزلة واسطة العقد له الإمارة على لوائه ثم على الألوية جميعا قال عمر بن الخطاب لودت لو أذن لي خليفة رسول الله أن أخرج فأقاتل معكم فقال عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وعرضها مقامك معه أنفع فإنا نقاتل على خطتكم وأملكم قال عمر أصدق الله يصدقكم ويثبت أقدامكم أما النصر فلا أشك بوعد الله ما أعظم ما شهدنا من عمرنا حتى الآن على قصر الوقت قبل 24 سنة فقط كنا جميعا على أمر الجاهلية حتى بعث الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان واحدا ثم سبق إلى الإسلام في أوله نفر قليل والنبي يبشر وينذر والقوم بين مكذب ومستهزئ كأني أسمع الآن أصواتهم في دار الندوة وأنا بينهم والآن رأينا صدق ما وعد وليتمنا الله الباقي فارس والشام ثم يظهر الدين في أسقاع الأرض ولكن فإن كنا على يقين من هذا فلا ندري أينا يدرك تمام الأمر وأينا يعجل الله له أجله أصيب حظا من النوم غدا تخرجون في جيش خالد وهو الذي لا ينام ولا يترك أحدا ينام أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما قال أبو بكر رضي الله عنه ألا ترى يا عمر هؤلاء الذين ارتدوا عن الإسلام جلهم لم يرجع إلى عبادة الأوثان بل إن أشقاه مدعا نبوة وكأن عبادة الأصنام على نحو ما كان في الجاهلية قد انقضت إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون قال عمر وخالد ما عساكت تصنع به ألا تعاقبه قال أبو بكر رضي الله عنه فيما أعاقبه قال عمر فيما تعاقبه لقد قتل رجلا لم يظهر منه كفر بواح وكان أسيرا عنده قال أبو بكر رضي الله عنه لإن لم ينطق بكلمة الكفر فقد عمل بها فما تباعه تلك الكاهنة الكاذبة سجاح ألم تكن تتنبأ وهب أنه رجع إلى الإسلام ليعصم دمه ألم يمتنع عن أداء الزكاة قال عمر بل ما كان ينبغي له أن يمضي من بزاخة لقتال مالك ومرتدة تميم ولم تكتب له بذلك الكتاب قال أبو بكر رضي الله عنه ليس مذهبي أن يراجعني أمير الجيش في كل ما يعرض له وبيني وبينه بلاد بل يعمل بمقتضى ما يرى ويجتهل رأيه ولا يألو فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر وعقبة الخطأ في هذه الحال أهون من عواقب التراخ بين سؤاله إياي وجوابي له والعدو محيط به قال عمر ليس هذا مذهبي فإن أعمال أمرائك محسوبة في أعمالك وأنت أميرهم جميعا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وأخشى إن انفردوا بالرأي عنك أن يشك أحدهم أن يستقل بنفسه ويستغني بحكمه مع تباعد البلاد قال أبو بكر رضي الله عنه يا عمر قد انقطع الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أما الحلال والحرام فقد بينهما الله وتركنا منهما رسول الله على الحجة الواضحة أما ما عدا ذلك من شؤون الحكم والدنيا وسياسة الناس فنتقد لا هما استطعنا ثم نجتهد رأينا ونتشاور ونسأل الله السداد وليت أن الأمور التي تعرض لنا تنحاز بين صواب لا لبس فيه كفلق الصبح وخطأ لا لبس فيه كعتمة الليل فلا يقع بيننا اختلاف أبدا ولكن الأمور ليست كذلك وإلا لما أمرنا الله بالشورى إن كان الصواب بينا جليا في كل مسألة هل يشاور أحدنا فيما فرضه الله وقطع به كالصلاة والصيام والزكاة فإن كان هذا طبع الدنيا فإن اختلاف الآراء وتدافعها سنة من سنن الله في خلقه على أن ينضبط ذلك بالشورى وتقوى الله فلا يصير الاختلاف خلافا والتدافع تنازعا وقد بينت لك مذهبي في عمل أمرائي ولك مذهب آخر ولكل من أسباب قوته وأسباب ضعفه والحمد لله الذي أعانني بعمر حتى يعتدل رأيان أحدهما بالآخر قال عمر لا بأس هذا في عمل الأمراء ولكن هذا لا يعذر خالدا في قتل مالك وقد جادلتك برأيه قال أبو بكر رضي الله عنه وأطلت جدالك وأشد ما أقول فيه إنه تأول قال عمر وأقل ما أرى فيه أنا أن تعزله فإن في سيفه لرهقا وتسرعا قال أبو بكر رضي الله عنه أعزله معاذ الله لا والله لا أغمد سيفا سله الله على الكفار قال عمر يا أبا بكر إن القتل استحر يوم اليمامة بقراء القرآن وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن كلها وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن في مصحف فهو الآن متفرق في الرقاع والسعف والعظم وصدور الرجال قال أبو بكر رضي الله عنه كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر هذا والله خير بلى قد تعهد الله بحفظه ومن ذلك أن ييسر الأسباب ويهدي خلقه للسعي في مراده وما زال هذا الرأي يتقلب في رأسي منذ جاءنا خبر اليمامة بمقتل أصحابنا حتى شرح الله صدري له فقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أجل والله إنه خير فامضي فيه يا أبا بكر فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه نعم الرأي فقال عبيدة بن الجراح رضي الله عنه والله ذلك أجدر أخوات قال أبو بكر رضي الله عنه من نكلف بتتبعه وجمعه قال عمر زيد بن ثابت إنه شاب عاقل وثقة وكان يكتب الوحي لرسول الله لا تحرك به رسالك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه قال أبو بكر رضي الله عنه قد اشتد البرد يا عمر وهذه أكسية نوزعها على أرامل المدينة قال عمر ألا أصحابك فأصيب شيئا من الأجر إن شاء الله قال أبو بكر رضي الله عنه افعل اتقي البرد يا أختاه بهذا الكساء تزاك الله عنا خيرا يا خليفة رسول الله وقبل وفاة الصديق رضي الله عنه أوصى بالخلافة إلى عمر رضي الله عنه فتولى الخلافة سنة ثلاث عشرة من الهجرة وكان المسلمون ينادونه يا خليفة خليفة رسول الله حتى جاء رجل من الأعراب فقال يا أمير المؤمنين كان إماما عادلا يضحي بنفسه وماله وولده من أجل رعيته كان لا يقبل إلا بالقليل من الطعام فيحرم نفسه وأولاده حتى يأكل المسلمون جميعا كان يتفقد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ويجزل لهم العطاء فلا يأكل فاكهة إلا جعل منها لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد الكرم لآل بيت رسول الله فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ما أخرجك إلى الناس يا خليفة رسول الله وأنت على حالك هذه ألا ترفق بنفسك؟ قال أبو بكر رضي الله عنه يا معشر المسلمين أنصتوا إلي أترضون بمن أستخلف عليكم فإني والله ما ألوت من جهد الرأي ولا وليت ذا قرابة وإني وليت عمر بن الخطاب فإن رضيتم فاسمعوا له وأطيعوا سمعنا وأطعنا قال أبو بكر رضي الله عنه اللهم إني لم أرد بذلك إلا صلاحهم وخفت عليهم الفتنة فعملت فيهم ما أنت به أعلم واجتهدت لهم رأيا فوليت عليهم خيرهم وأقواهم عليهم وأحرصهم على ما يرشدهم قال عمر قد استشرت الناس بي ولم تستشرني في نفسي فإني والله لا أريدها قال أبو بكر رضي الله عنه لو علمت أنك تريدها ما وليتك قال عمر أقلني يا أبو بكر قال أبو بكر رضي الله عنه والله لا أفعل وقد رضي بك أصحاب رسول الله ولو لم يكن إلا أن أحملك عليها بالسيف لفعلت فاسكت وادن مني أوصيك اتق الله يا عمر وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق في دار الدنيا وحق لميزان يوضع فيه الحق غدا أن يكون ثقيلة فإذا ذكرت أهل الجنة فقل إني أخاف ألا ألحق بهم وإذا ذكرت أهل النار فقل إني لأرجو ألا أكون مع هؤلاء ليكون المرء راغبا راهبا لا يتمنى على الله ولا يقنة من رحمة الله وارفق بالمسلمين وأنصف بعضهم من بعض وأنصفهم من نفسك وإني لأرجو من الله أن يجعل على يديك فتحا عظيما وخيرا عميما وشوقاه لرسول الله اقترب يا عمر ابسط يدك نبايعك قال عمر أي عبء هذا الذي ابتليت به يا ابن الخطاب بخن بخن والله لتمضين بها على سنة صاحبيك أو لتهلكا اللهم إن كنت قد ابتليتني بهذا الحمل العظيم فامنحني ظهرا قويا أبرأ إليك من حولي ومن قوتي ولا حول ولا قوة إلا بك والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم ما كان الله ليراني أرى نفسي أهلا لمجلس أبي بكر الحمد لله كما أثنى ربنا على نفسه والصلاة والسلام على محمد النبي الأمين ورحم الله أبا بكر الصديق فقد أدى أمانته ونصح أمته ولم يترك للناس بعد مقالة ولقد كلفنا بعده تعبا وما اجتهدنا يوما في استباق الخيرات إلا وجدناه سابقا فكيف اللحاق به فلله ما أخذ ولله ما أعطى أيها الناس ما أنا إلا رجل منكم ولولا أني كرهت أن أرد أمر خليفة رسول الله ما تقلدت أمركم ولكم علي أيها الناس خصالا أذكرها لكم فخذوني بها لكم علي أن لا أجدبي شيئا من خراجكم ولا ما أفاء الله عليكم إلا من وجهه ولكم علي أن أزيد عطاياكم وأرزاقكم إن شاء الله تعالى وأسد ثغوركم ولكم علي أن لا ألقيكم في المهالك وإذا غبتم في البعوث فأنا أبو العيال ألا وإني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة اليتيم إذا استغنيت عففت وإن افتقرت أكلت بالمعروف فاتقوا الله عباد الله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم من عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن عامر الجراح فإني أحمد الله تعالى إليك أما بعد فإن أبا بكر الصديق خليفة رسول الله قد توفي فإنا لله وإنا إليه راجعون وقد شاء الله أن أتولى أمر المسلمين من بعده وقد وليتك جماعة المسلمين في الشام فانظر في حرب الروم برأيك ومن حضرك من المسلمين وعلم أني لم أعز الخالد بن الوليد عن سخطة أو خيانة فليكن عونك فيما تجد فيه فإنه لا غنى لك عنه وإياك وإلقاء المسلمين في هلكه فقد أبلاك الله بي وأبلاني بك والسلام بكم تبيع بالدرهم مدين قال عمر مديني بالدرهم ولما أغليت الثمن لا أجبر أحدا يا أمير المؤمنين فمن شاء ابتاع وإلا ذهب إلى غيري قال عمر لو باع غيرك بأقل من ثمنك لما بعت بهذا الثمن وإلا كسدت تجارتك ولكني أعلم ما تصنعون إذا جلب الناس قمحهم وشعيرهم إلى المدينة سبقتم الناس إليهم فابتعتم أحمالهم كلها مرة واحدة واحتكرتموها بفضل أموالكم عن الأرمالة والمسكين لا والله لا حكرة في سوقنا لا حكرة في سوقنا فأيما جالب جلب إلى المدينة رزقا يريد بيعه على عامة الناس فذلك ضيف عمر فليبع كيف شاء وليمسك كيف شاء بيع بالدرهم أربعة أمداد وإن لم تفعل فاعتزل سوقنا أو انتظر عقوبتي العفو يا أمير المؤمنين ما صنعته وأنا أعلم أنه ظلم حرام قال عمر بن الخطاب وذاك أيضا يا أهل السوق لا يبيع في سوقنا إلا من تفقها وعلم الحلال والحرام في بيوعنا فلم يخلط عمله بظلم وإلا أكل الربا والسحت والحرام شاء أم أبا هل تسمعون نعم نعم قال عمر وعلم أني سأقيم على الأسواق عمالا يرقبون ويحتسبون ويقضون بين المتخاصمين ولا يسكت أن أحد عن ظلم وقع عليه لأن الساكت عن الحق شيطان أخرص والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا كثرت الفتوحات في عهد الفاروق رضي الله عنه وسقطت دولتي فارس والروم وبلغ الإسلام مبلغا عظيما وتوسع نطاق الدولة الإسلامية حتى شمل العراق ومصر وليبيا والشام وفارس وخراسان تجلت عبقرية بن الخطاب العسكرية في إخضاع الفرس الذين فاقوا المسلمين قوة فتمكن من فتح كامل إمبراطوريتهم خلال أقل من سنتين كما كان ذا حنكة سياسية وإدارية حافظ على تماسك ووحدة الدولة الإسلامية يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين بشرى يا أمير المؤمنين اليرموك نصر من الله وفتح عظيم وهذا رسول بني عبيدة الله أكبر الله أكبر نصر من الله وفتح عظيم الحمد لله يا رب العالمين قال عمر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أما وقد نصر الله أصحاب اليرموك وكسر شوكة الروم وسار أصحابنا إلى دمشق فأعينوهم بشكر الله على ما أعطى كي يزيدهم الله ويزيدنا من فضله الحمد والشكر لله أنف لام ميم غلبت الروم في أذنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم قال عمر ويقول بعضكم مبال أمير المؤمنين قد عزل خالدا عن إمارة جند الشام وقد كان من بلائه ما نعلم فإني ما زلت أسمع الناس يقولون لا أحد يقوم مقام خالد ولا يغني غناءه ولولا خالد لما كان كذا وكذا فخشيت أن يفتن الناس به وأردت أن يعلموا أن الله هو الصانع السلام عليكم وعليكم السلام رد إليه لبنة هذا اللبن الشيب بماء أما علمت أن الغش حرام يعذب الله عليه رد إليها درهمها وإن شئت خذ لبنك هذا وانتفع به مع عيالك وإن لم تفعل أخرقته لك ثم أعمرت بجلدك على مشهد من أهل سوق ولئن عدت إليها لأخرجنك من السوق ثم أوجعك ضربا وما شأنك أنت حتى تقحم أنفك في عملي ومن أنت حتى تأمري قال عمر سبحان الله غش وغرة بالإثم العفو يا أمير المؤمنين لكنها قال عمر أما وعدت أن أقيم على الأسواق محتسبين يرقبون البيوع ويقضون بين الناس فيما يختلفون فيه فهذه الشفاء بنت عبد الله قد جعلتها على الاحتساب في سوقكم فما قضت به فهو قضائي وما عاقبت به فهو عقابي ومن حار في مسألة لا يعرف فيها الحلال والحرام رجع إليها بالسؤال فهي أهل لذلك وهي عند اليوم مكينة أمينة ما قضيتي في هذا أن يأخذ لبنه وينتكع به مع عياله أو نهرقه فإن عاد إليها ضربناه وأخرجناه من سوقنا قال عمر لو سبقتك إليه لأوجعته أولا ولكن قر ما قضت به الشفاء فاسمعوا لها وأطيعوا عودوا إلى عملكم يرحمكم الله رد إليه لبنه ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين قال عمر ما هذه برقة من عند الله قال عمر بل عذاب من الله أيها الناس أيها الناس إياكم والبطنة فإنها مكسرة عن الصلاة مفسدة للجسم مورثة للسقم وعليكم بالقصد في قوتكم فإنه أدنى من الصلاح وأبعد من السرف وأقوى على عبادة الله ليس هذا لبن ناقتي فإني أعرف مذاقه صدقت يا أمير المؤمنين قال عمر ويحك من أين هو إن ناقتك قد انفلت عليها ولدها فشريبة فحربت لك ناقة من مال الله قال عمر ويحك تسقيني نارا يا أمير المؤمنين ألست من المسلمين فلك الحق في مال الله كحق أحدهم وإنما هي شربة لبن قال عمر لا يحق لي من مال المسلمين إلا ما أستحق منهم فاستحل منهم نفقتك ونفقة أهل بيتك فقد أصابتنا خصاصة منذ وليت أمور المسلمين إذ اشتغلت عن تجارتك بأمور الرعية ولا نجد ما نطعمه ولم يفرض لك من بيت المال حتى الآن فمن أين ننفق قال عمر كنت قد عهدت إليكم ألا آكل من مال المسلمين ما استغنيت بمالي وقد نفد فما الذي يحل لي من مال الله أمير المؤمنين أعلم منا بذلك فقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قل فإنا رضينا وإلا أعلمناك برأينا قال عمر ما أحج وأعتمر عليه من الراحلة وحلتي في الشتاء وحلتي في الصيف وقوت عيالي شبعهم وسهمي في المسلمين فإنما أنا رجل منهم فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قد أنصفت قال عمر كلكم على هذا فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه نعم فقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه نعم نعم يا أمير المؤمنين إن أحق الناس بطعام لين ومركب لين وملبس لين لأنت قال عمر أما والله ما أراك أردت بها وجه الله ما أردت بها إلا مقاربتي وقد كنت أحسب أن فيك خيرا ويحك هل تدري ما مثلي ومثل هؤلاء مثل قوم سافروا فدفعوا نفقاتهم إلى رجل منهم فقالوا أنفق علينا فهل يحل له أن يستأثر منها بشيء لا يا أمير المؤمنين قال عمر فذلك مثلي ومثلهم مبالو هذا يمشي هكذا أهكذا يكون النسك بالتماوت في المشية والهيئة أمت علينا ديننا أماتك الله اعتدل في مشيتك وأظهر عزة الإسلام أتخرج إلى المسجد في هذا الثوب قال عمر أليس يكسوني ويقيني الحر والبرد وليس في نفقتي من مال الله غير ثوبين والثاني صار مثل هذا لو شئت لا استحللت أصحابك في ثالث قال عمر لا والله لا أفعل ولكن أنت ألا تصلين في بيتك فقد علمت ما أحب وأترك فضل الجماعة وأن أسمع أمير المؤمنين يعظ الناس قال عمر إن كان لابد فصلاة النهار دون الفجر والعشاء في العتمة تراك تنهاني بهذا وما كان لعمر أن ينهى عما أقر رسول الله إذ قال لا تمنع إماء الله مساجد الله أأسبقك أم تسبقني قال عمر الأولى أن يسبق الناس إمامهم إلى المسجد يا أمير المؤمنين قد أغلى الناس المهور فعجزنا عن الزواج ألا تأمرهم قال عمر أيها الناس قد شك إلي بعضكم زيادة المهور حتى أصاب الشباب منها عنتا وضاقت بهم سبل الزواج فلا تزيد في مهور نساء على أربعمائة درهم وإن كانت ابنة سيد من سادتكم فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال ما ذاك لك يا أمير المؤمنين قال عمر ولما لأن الله تعالى يقول وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداه النقي طارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أخضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا فكيف تتوعد أن تأخذ الزيادة عن الحد الذي فرطه فتلقيه على بيت المال قال عمر امرأة أصابت ورجل أخطأ اللهم غفرانك كل الناس أفقه من عمر أيها الناس أيها الناس قد رجعت عن قولي فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب وطابت به نفسه فليفعل ومن خفف العبء عن أبناء المسلمين خفف الله عنه يا غلام ألا تحملني معك أمير المؤمنين دونك يا أمير المؤمنين اركب قال عمر لا اركب وأركب أنا خلفك لا يراني الناس وأنا راكب وأمير المؤمنين خلفي قال عمر تريد أن تحملني على المكان الوطئ وتركب أنت على الموضع الخشن هيا سمع وأطع أمير المؤمنين أمير المؤمنين قال عمر أنزلني انطلق لحاجتك بل أنتظر حتى تفرخ فأحملك معي قال عمر بارك الله فيك انطلق هداك الله خير يوم لك منذ ولدتك أمك لو كنت تعقل إنه أمير المؤمنين أمير المؤمنين السلام عليكم ورحمة الله قال عمر وعليكم السلام ورحمة الله جئت أنظر في هذا الحما وفي إبل الصدقة كيف تصنعون كما أمرت يا أمير المؤمنين لا نمنع صاحب إبل من الحما قال عمر ولا تميزون بين الناس كلهم سواء في الرعي ومورد الماء قال عمر هكذا نعم فإنه ملك المسلمين جميعا وهل يسع إبل الصدقة وإبل الناس نعم حتى الآن وإنا لنرتب ورودهم الماء ولكن إذا زادت إبل صدقة وإبل الناس ضاق الحما بهم قال عمر وتلك الأرض أرض بلال بن الحارث قال عمر لا أرها قد عمرت بزرع أو بنخل إنها واسعة وقد عمر بلال بعضها وترك بعضها لا يطيق عمارته قال عمر إلتمس بكانه وأرسله إلي إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعيظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أمير المؤمنين والله يا أمير المؤمنين هذا ما تلقي الريح لم أقطفه بيد ولم أسقطه بحجر والله قال عمر لما تكذبني ما اسمك سنان بن سلمة الهذلي يا أمير المؤمنين الغلمان الآن بين يدي وسيأخذون ما معي والله قال عمر كلا امشي معي حتى أبلغك أهلك كيف تصنع بذلك البلح أقسمه بيني وبين أمي وأختي قال عمر بالعدل بالعدل والله بالعدل أعدها عدا والله قال عمر ألا ترى أنك تكثر الحلف لغوا يا أمير المؤمنين لا يحاسب الله علي قال عمر من علمك هذا أمي لا تترك الصلاة في المسجد وهي تحفظني القرآن قال عمر هذه أم صالحة جدير بك أن تبرها ومع ذلك لا تعود لسانك على الحلف فتخرج مما لا إثم فيه إلى ما فيه إثم أفعل يا أمير المؤمنين قال عمر عهد بيني وبينك نعم عهد والله نسيت نسيت والله نسيت ولا تجعلوا الله عربة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم قال عمر لكنك لم تذكر أباك هو في جيش العراق قال عمر حقا كيف لأمير المؤمنين أن يذكر كل رأيته من نصيبي يا أمير المؤمنين قال عمر تطعمني من نصيبك واحدة فقط من بركة طعام لبيت صدق فيه مجاهد وزوج صالحة وصبي مبارك إن شاء الله أدعلي أمك إلى الباب تسمعني أفعل أمه أمه أمير المؤمنين هل أساء ولدي قال عمر بل أحسنت تأذيبه يا أمت الله وقد علمت أنك مغيبة فكيف تصنعين ألك حاجة نحن بخير يا أمير المؤمنين يصلنا رزقنا بفضل الله من قسمة أمير المؤمنين قال عمر قد جعلت نفسي أبا العيال يا أمت الله وإني كرهت أن تخدع نساء المجاهدين في البيع والشراء في غيبة أزواجهن فمن شاءت أن تشتري شيئا فلترسل معي من تشاء من غلمانها أو فتيانها فأشتري لهن حوائجهن من السوق فهل لك حاجة السلام على أمير المؤمنين قال عمر وعليك السلام ورحمة الله كيف تجدين أهل السوق وهل يجرؤ أحد على الغش والشفاء بنت عبد الله هاضية الحزبة وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب أرى معك غلمان المغيبات وأباناتهن على عادة أمير المؤمنين أفلا تقصوهم بيننا فأكون أنا مع بعضهم وتكون أنت مع الآخرين فنشتري حوائجهن ولا يطل عليك هذا الأمر قال عمر من يمضي مع الشفاء ومن يبقى معي كلا يا أمير المؤمنين معك معك ويحكم ألا ترضون بي وأنا الشفاء صاحبة السوق هذا وأنت عمر الذي يتحدث الناس بشدته ومهابته قال عمر لو شئت قلت غلطته أما هذا فوصفك لنفسك ولست أصدقه السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله فيما أرسلت إلي يا أمير المؤمنين قال عمر اجلس يا بلال اجلس تلك الأرض التي استقطعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطعها لك ما شأنها؟ قال عمر لا أراك قد أطقت عمارتها كلها أجل فإنها أرض طويلة عريضة قال عمر إذن انظر ما قويت عليه منها فأمسكه وما لم تطق وما لم تقو عليه فادفعه إلينا نقسمه بين المسلمين لا أفعل والله شيئا أقطعني رسول الله قال عمر قد علمت أن رسول الله لم يكن يمنع شيئا يسأله وإنما قسمها لك لتعمرها فتأكل منها وتطعم وتذهب صدقتها إلى فقراء المسلمين فذاك هو القصد فإن عجزت عن عمارتها كلها أو بعضها ذهب القصد فلا أنت تأكل منها ولا تنفع بها الناس إن كنت أظلم بهذا فقوموني فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لا والله لم تظلم نعم لم تظلم نعم قال عمر قد عزمت عليك فلتفعلا قضي الأمر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أمير المؤمنين إن لي عندك حاجة وأنا من رعيتك قد استخلفك الله عليك ما استخلفك على غيري قال عمر ما حاجتك قد غرمت دينا فلا أطيق سداده وصاحب الدين يقتديني قال عمر كم دينك مئة درهام جهست بها ابنتي لزوجها قال عمر حاجتك مقضية إن شاء الله لكن ما يمنعك من الإسلام وقد دخل الناس فيه أنا عجوز كبير وما بقي من العمر إلا أقله قال عمر أنت وما تشاءين لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله أستغفر الله أستغفر الله ماذا فعلت يا عمر قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما تستغفر يا أمير المؤمنين قال عمر امرأة عجوز نصرانية كان لها عندي حاجة وقضيت حاجتها لكني دعوتها إلى الإسلام قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولكنك لم تكرهها ولكنك لم تكرهها أليس كذلك قال عمر خشيت مظنة الإكراه بحاجتها عندي قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه مناط الأمر نيتك يا أمير المؤمنين فإنما الأعمال بالنيات قال عمر اللهم إني أرشدت ولم أكره اللهم إني أرشدت ولم أكره ومع ذلك ففي النفس مما فعلت شيء غافر الله لي لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقالا في صاملها والله سميع عليم أترى إلى هذا كأنهم ركبان قصر بهم الطريق انطرق بنا ننظر حالهم السلام عليكم وعليكم السلام قال عمر أأدنو ادنو بخير أو دع قال عمر ما بال هؤلاء الصبية يتطاغون الجوع قال عمر وأي شيء في هذا القدر ماء أسكتهم به حتى يناموا والله بيننا وبين عمر يمرأة قال عمر رحمك الله وما يدري عمر بكم يتولى أمرنا ثم يغفل عنا قال عمر جاءك الفرج يا أمت الله أمكثي حتى أرجع إليك بشيء أنا أحمله عنك قال عمر أنت تحمل وزري يوم القيامة لا أم لك ذري الدقيق وأنا أسوته ليس هكذا ذريه قليلا قليلا وأنا أحرك وأسوت حتى ينحل الدقيق في قوام واحد فلا يتجمع ويركب بعضه بعضا هكذا تصنع الحريرة أطعميهم وأنا أبسطه في الصفحة قليلا حتى يبرد تعالي يا أبوني كل 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 جزاك الله خيرا أيها الرجل كنت بهذا أولى من أمير المؤمنين قال عمر قولي خيرا إذا كان من الغد فاقصدي إلى أمير المؤمنين وستجدينني هناك فيقسم لك إن شاء الله قد بلغ منك الجهد يا أمير المؤمنين ألا ترجع فتصيب بعض النوم قال عمر كلا ولكن أريح هنا هنيها يدنتي كم مرة سأقول لك هيا قوم إلى ذلك اللبن وامدجيه بالماء حتى إذا جاء الصباح خرجتي به لمن يبتعه منه يا أبا يا أبا الله وإن أمير المؤمنين قد أمر مناديه فنادى لا يشاب اللبن بالماء يلستي بموضع يراك فيه أمر ولا منادي عمر هيا قم فعلي ما أمرتك به وعلى عجل والله ما كنت لأطيعه في ملأ وأعصيه في الخلى وقليل في طاعة خير من كثير في معصية وإن غفرت عنا عين عمر فإن رب عمر الذي لا تأخذه سنة ولا نوم مطلع علينا قال عمر اعرف الموضع يا أسلم فإذا كان نهار غد فانظر من القائلة ومن المقول لها وهل لهم من بعض يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا أمير المؤمنين قال عمر هل تأذنين لنا؟ ما الشأن يا أمير المؤمنين؟ عسى أن يكون خيراً قال عمر أدخل ابنتك هداك الله عسست الليلة المنصرمة فأصابني رهق فاتكأت إلى جداركم فأسمعني الله تحاوركما في ذلك اللبن التوبة يا أمير المؤمنين التوبة فإن الله غفر يزدم قابل التوبة قال عمر نعم وشديد العقاب فاتق الله ولا تعود إلى مثلها أفعل يا أمير المؤمنين أفعل قال عمر أما أنت فنعم الفتاة وقد سألت عنكما فعلمت أن الفتاة لا بعل لها فهلك في زواج يا زينب زينب قال عمر هذا ولدي عاصم لا زوج له وقد حدثته فيك ورغبته فرغب فإن شئت فلتنظر إليه ولينظر إليك فإن سركم ما تريان زوجناكما هل رضيتي به؟ وكيف لا ترضى بولد أمير المؤمنين وأنت وليها ووليه انظر السقوط رضا قال عمر لا يغرنكما أنه ولد أمير المؤمنين فليس بذيمال ولئن أساء لأضاعفن له العذاب وعسى الله أن يجمع بينكما بخير وأن يرزقكما ذرية صالحة تفضل السلام عليكم يا أمير المؤمنين قال عمر وعليكم السلام دونكم أجلسا اللهم أعني عليهما فإن كل واحد منهما يريدني عن ديني اتقي الله فيما تختصمان فيه فإننا نقضي بما يظهر لنا لا بما في السرائر واذكروا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له به قطعة من النار أبسط شكواك أيها الضحاك أمام خصمك يا أمير المؤمنين إن لي في العريض نبع ماء وبينه وبين أرضي التي أفلحها أرض محمد بن سلم فإذا أردت أن أمرر الماء لأسكي أرضي فلا بد أن تمر في أرضي محمد فمن عني كلت هو لك منفع تشرب منه أولا وآخرا وتسكي به زرعك إن شئت ولا يضرك شيئا ولكنه يأبى قال عمر لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تسقي به ولا يضرك كما قال إنها أرضي ملكي يا أمير المؤمنين وأنا حر في ما أصنع بها وما أجيز منها ولا أجيز وأخاف إن أجسته أن يتعلل وأهله بمجرى مائه منه فيدخلوها وربما عيثى بها بعضهم فكأني أبحتها لكل عابر قال عمر أما أنها أرضك وملكك خاصة فلا مشاحة ولكن امتناعك عن إجازته يضره فكأنك تعطل انتفاعه بأرضه وليس ذلك بنافعك في شيء أما إجازته فتنفعه وتنفعك ولا تضرك فهل تقدم الضرر على المنفعة؟ وإنما نحن مستخلفون على ما جعل الله في أيدينا فننتفع به وننفع الناس به والغاية إعمار الأرض ولك علي أن لا يعبث في أرضك فإن فعل فعلي عقابه ألا تترك لي الخيرة في أرضي يا أمير المؤمنين؟ قال عمر لا خيرة في هذه فوالله لا يمرن بمائه ولو على بطنك قضي الأمر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوهُ وَأَقْرَبُوا لِلتَّقَوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ادخل قال عمر شكوى نعم يا أمير المؤمنين قال عمر على حاطب ابن بلتعى على غلمانه هؤلاء يعملون لي يا أمير المؤمنين قال عمر ما فعلوا سرقوا ناقة لي قال عمر فعلت فعلنا يا أمير المؤمنين قال عمر إذن ننزل بكم حد الله ولكن ما فعلتم بناقته نحرناها وأكلنا وأطعمنا قال عمر وما حملكم على ذلك قل ولا تأبه بهذا الجوع يا أمير المؤمنين قد نال منا قال عمر ألا تشبع غلمانك يا حاطب لا حول ولا قوة إلا بالله أين ذهبت الرحمة تستعملونهم ثم تجيعونهم حتى لو أن أحدهم أكل ما حرم الله لحل له وصار في حكم الآية فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم فقد دفعت عنهم الحد بشبهة الضرورة ولأن أعطل الحدود في الشبهات خير من أن أقيمها في الشبهات انصرفوا أنتم وناقتي يا أمير المؤمنين قال عمر أيم الله لئن دفعت عنهم العقوبة فلأغرمنك غرامة توجعك فأنت الأصط في هذه السوأة يا مزني بكم طلبت منك ناقتك بأربعمائة قال عمر اذهب فأعطيه ثمانمائة أعطيه الضعفة ثمنها قال عمر وأنت صاغر وإني سائل عن غلمانك فإن علمت أنك قد أجعتهم حتى اقترفوا حد فلا أقيمن الحد عليك قضي الأمر السلام عليكم قال عمر وعليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام يا عمر عهدتك وأنت تسمى عميرا في سوق عقاض تزعر الصبيان بعصاق فلم تذهب الأيام حتى سميت عمر ولم تذهب الأيام حتى سميت أمير المؤمنين فاتق الله في الرعية واعلم أنه من خاف الوعيد قاروب عليه البعيد ومن خاف الموت خشي الفوت أكثر تأجتها المرأة على أمير المؤمنين قال عمر دعها دعها أما تعرف هذه هذه خولة بنت ثعلبة التي سمع الله قولها من فوق سبع سماوات فقال سبحانه في أمرها قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها فعمر أحق أن يسمع لها هذه امرأة مسكينة ما زالت تحسن إلى زوجها وتعتني بولدها وبيتها حتى إذا أفنت في ذلك أحطن عمرها هجرها زوجها ويهوم الآن بطلاقها بغير زنب اقترفت وقد جعلت نفسك من الرعية بمنزلة أبي الحيال فهل يرضيك أن ترجع هذه المسكينة حالة على أخي ذي عيال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا قال عمر أنت بلغني أنك قد هجرت زوجك وتهم أن تطلقها وما علم الناس منها إلا الخير وحسن الخلق ومخافة الله فهل وجدت منها نشوزا أو رأيت منها خصلة قبيحة حتى تهم بطلاقها اللهم لا ولا أقول إلا سبقا فهي كما وصفت يا أمير المؤمنين ولكني لا أحبها قال عمر أو كل البيوت بنيت على الحب فأين الرعاية والتذمم وهل أكرهك أحد على الزواج بها حين تزوجتها يا رجل إنكم لتتزوجون هؤلاء النساء وتعطوهن ميثاقا غليظا ثم تحمل الواحدة كرها على كره ثم ترضع وتطعم وتسقي وتسهر على المريض فيأخذ هذا من عافيتها وشبابها فإذا ذهب عنها رونق الشباب انصرف عنها زوجها ولو أنها انصرفت عن شأن بيتها ورعاية بنيها وانصرفت إلى نفسها وزينتها وتجملها لزوجها لقال بئس ربة البيت وأم الولد فأين تذهب وأين المرؤة اتقوا الله في نسائكم حق حق صدق أبير المبنين وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا قال عمر وأنت قد جاءك من يخطب أختك وبذل لها مالا جزيلا وإنه ذا صلاح وخلق ومال وقد علمت أنها راضية به راغبة فيه فما منعك أن تزوجه يا أمير المؤمنين إن الرجل من الموالي ونحن من قريش وإن لنا حسبا وإنه ليس لها بكف قال عمر لقد جاءك بحسب الدنيا والآخرة أما حسب الدنيا فالمال وأما حسب الآخرة فالتقوى زوج الرجل زوج الرجل ما دامت المرأة راضية كلنا لآدم وآدم من تراب إن أكرمكم عند الله أتقاكم انتظر ذكرت قريشا والكلام يذكر بعضه ببعض فمن كان من قريش هنا فليسمع وليخبر حاضركم غائبكم فقد بلغني أنكم تتخذون مجالس فيختص أحدكم بمجلسه أصحابه وشيعته حتى لا يقال هذا من جلساء فلان من صحابة فلان وكل يبرم مع عصبة مجلسه وإني لأخشى إن مضت هذه السنة أن يتدابر الناس ويتقاطع شيعا وأحزابا كل حزب بما لديهم فرحون فإذا وقع في المسلمين أمر أو نازلة تعمهم إن صرف كل إلى عصبة مجلسه يتمالأ معهم على رأي وأيم الله إن هذا لسريع في دينكم سريع في شرفكم سريع في اجتماع أمركم وذات بينكم ولكأني بمن يأتي بعدكم يقول هذا رأي فلان وقد قسموا الإسلام أقساما وما هي حتى يستعلي الخاصة على العامة فنرجع بالناس سيرتهم الأولى في الجاهلية يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجْعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عَنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ وكان من أهم أعمال الفاروق رضي الله عنه توسعة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم حيث أدخل فيه دار العباس بن عبد المطلب وأجرى تعديلا يسيرا في الحرم المكي ونقل مقام إبراهيم وكان ملصقا بالكعبة فأبعده قليلا تيسيرا على الطائفين والمصلين وكسى الكعبة المشرفة بالثياب اليمانية كما بنى المساجد في الأمصار قال عمر قد كثر الناس بمن صار يقوم إلى المدينة من العرب ليقيم فيها وضاق بهم مسجد رسول الله وقد رأيت أن نوسع فيه ونعيد بناءه ليكون أقوى وأثبت وأمنع من المطر فمن رأي؟ أما التوسعة فلا بد منها ولكن كم تكون؟ قال عمر إني نظرت في الأمر فرأيت أن تكون التوسعة من جهة القبلة عشرة أذرع ومن الغرب عشرين ذراعة ومن الشمال يا أمير المؤمنين انطلق معي فأعيني على عبيد الله بن سعد فقد ظلمني قال عمر أما تراني في مشغلة مع أصحابي تتركون عمر وهو مقبل عليكم حتى إذا اشتغل بأمور المسلمين أتيتموه بأي ذنب اقترفته؟ بأي ذنب؟ كنت تقول من الشمال قال عمر لا حول ولا قوة إلا بالله ما صنعت يا عمر؟ أسلم أدرك الرجل وارجع به إلي الآن لا حول ولا قوة إلا بالله أيها الرجل أيها الرجل الجع معي إلى أمير المؤمنين قد بلغت مني يا أمير المؤمنين فماذا بعد؟ قال عمر تناول الدرة واخفقني بها كما خفقتك افعل كما أمرتك ولا تحمني إثمك عند الله لا يا أمير المؤمنين أدعوها لله ولك قال عمر ليس كذلك إما أن تدعها لله وإرادة ما عنده من الثواب أو تردها علي فاعلم ذلك أدعوها لله يا أمير المؤمنين وأعفو قال عمر عفى الله عنك يا ابن الخطاب كنت وضيعا فرفعك الله وكنت ضالا فهداك الله وكنت ذليلا فأعزك الله ثم حملك على رقاب المسلمين فجاء رجل يستعذيك فضربته ما تقول لربك غدا إذا أتيته اللهم إن لم تغفر فقد هلك عمر حسبك يا عمر فقد أنصفت الرجل من نفسك وعفى عفى الله عنك وعنه قال عمر بن الخطاب لكني لم أعف عن نفسي لقد لنت للناس حتى قيل لا يشتد واشتدت حتى قيل لا يلين فما أصنع آه رحم الله أبا بكر رحم الله أبا بكر ما كان أغناني على هذا ولودت أن أخرج منها كفافا لا علي ولا لي كان الفاروق رضي الله عنه كثيرا لطلب الشهادة في سبيل الله تعالى فيقول اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد نبيك في يوم الأربعاء السادس والعشرين من شهر ذي الحجة من العام الثالث والعشرين طعن رضي الله عنه على يد أبي لؤلؤة المدوسي وهو يصلي بالناس صلاة الفجر فصلى بالناس عبد الرحمن بن عوف وحمل ابن الخطاب إلى بيته والدم يسيل من جرحه فلما أفاق علم أن قاتله ليس من العرب فقال الحمد لله لم يجعل قاتل يسجد سجده ثم أرسل إلى عائشة رضي الله عنها يستأذنها أن يدفن بجانب صاحبيه فأذنت له وبذلك انتهت خلافة الفاروق التي استمرت عشر سنوات ونصف وهو ابن ثلاث وستين سنة ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين دارت عجلة الزمن وجاء وعد الله للمتقين بعد الطوفان ونجاة سفينة سيدنا نوح عليه السلام لم يكن على الأرض من البشر غير المؤمنين لم يكن هناك قلب واحد كافر في الأرض ومرت سنوات وسنوات مات الآباء والأبناء وجاء أبناء الأبناء ونسي الناس وصية نوح عليه السلام وعادت عبادة الأصنام وقد تم الأمر بنفس الخدعة القديمة صنعوا للناجين تماثيل لتخلدهم فإذا الأمر ينقلب إلى العبادة وفي مدينة إرم ذات الأعمدة التي وصفها الله تعالى إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد عاش قوم عاد وكانوا أعظم أهل زمانهم في قوة الأجسام والطول والشدة ورغم ضخامة أجسامهم كانت لهم عقول مظلمة هل أعطت بناء بيت رجل فقير يدعى عصر؟ بالطبع لا يا سيدي من الذي بنى له بيتا في يوم واحد؟ إن هود قد زاره بالأمس هود آه سمعت بهذا الإسم من قبل أليس هو راعي الغنم الذي يبحث عن تعاليم الأقدمين؟ إنه هو ويقال إنه رجل حكيم هذه عادته يا سيدي دائما يحب مساعدة الفقراء وإطعام المساكين مرحبا يا سيد هود ما هذه الغيبة الطويلة؟ قال هود عليه السلام كنت أشكو إلى الله حالنا وأدعوه أن يرشدني إلى الحق وجهك يتهلل بالنور يا هود هل تعرفت على أثر من تعاليم نوح؟ قال هود عليه السلام بل أنا على طريقه يا أخي أمرني الله تعالى أن أكمل رسالة آبائي آدم ونوح وأدعو قومي إلى عبادة الله الواحد يا بشران أرسلك الله نبيا إلى قومي هاد قال هود عليه السلام نعم وجئت أبلغكم بدعوة الحق وأنا آمنت بدعوتك يا نبي الله وأنا أيضا كلنا نؤمن بك أليس كذلك يا أختي؟ المهم هو رأي سادة الأقوياء وعلية القوم أما نحن فمجرد فقراء ونساء ضعاف قال هود عليه السلام لقد بعثني الله رسولا إلى قوم عاد قويهم وضعيفهم غانيهم وفقيرهم الرجال منهم والنساء ولا فضل لأحد منهم على آخر إلا بتقوى الله هود سمعت عنك الكثير ولكنك لم تزل قصري من قبل ما الذي أردت أن تقوله لنا؟ أجاب هود عليه السلام يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ما هذا؟ هل تريد أن تكون سيدا علينا بدعوتك هذه؟ عن أي أجر تبحث؟ قال هود عليه السلام أنا لم أسألكم أجرا أجري على الله وحده ولا أستبدله بالدنيا وما فيها وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون وما المطلوب منا إذن؟ قال هود عليه السلام أريدكم أن تتركوا عبادة الأصنام التي لا تضر ولا تنفع وتستغفروا ربكم وتتوب إليه وما الفائدة التي تعود علينا إن فهلنا ما تقول قال هود عليه السلام ربي يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين لسنا في حاجة إلى إلهك ما نشد منا قوة ما أنت إلا بشر مثلنا تأكل مما نأكل منه وتشرب مما نشرب هذا صحيح قال هود عليه السلام أنا لم أنكر أنني بشر مثلكم غير أني رسول الله إليكم لئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذن لخاسرون قال هود عليه السلام هل تعجبون أن يأتيكم رسول من بينكم يذكركم بآيات الله نعم نعجب من هذا قال هود عليه السلام وهل كان نبي الله نوح إلا بشرا من قومه نوح أنا لا أذكره قال هود عليه السلام ولا تذكر أن الله استخلافكم في الأرض من بعد قوم نوح ولا تذكر نعمه عليكم وأنه زادكم قوة إسمع يا هود لن نترك آلهتنا وآلهة آبائنا لمجرد كلام تقوله أنت بلا أي ذليل عليه قال هود عليه السلام أنتم تباهون بقوتكم وأنا أتحداكم بقدرة الله عليكم أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين إن أعداد المؤمنين تتزايد في كل يوم صحيح أن أغلبهم من الفقراء والعجائز ولكن دعوته تشكل خطرا على الآلهة ولماذا لا تغضب عليه الآلهة يا مزاحم وتعاقبه نعم لكن كيف يا مولاي أوحيت لي بفكرة رائعة يا سيد الأمير من أنت؟ واحد من حرسك المخلصين حسنا قل فكرتك ستجعل الآلهة العوالي تعاقب هود وتصب لعنتها عليه وهل الآلهة تقدر على ذلك؟ أقصد كيف تفعل الآلهة ذلك؟ فلتسمح لي يا سيد الأمير أن أشرح لك خطتي سنبدأ أولا بالدخول في وسط الفقراء وبعدها يا لها من فكرة رائعة سنقضي بها على هود وأتباعه وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخر فالقول غرورا ولو شاء ربك ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصرى إليه أفئذة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون يستمر الصراع بين هود عليه السلام وقومه وكلما مرت الأيام زاد قوم هود عليه السلام استكبارا وعنادا وطغيانا وتكذيبا لنبيهم حتى قالوا إن الآلهة غضبت على نبي الله هود وأصابته بالجنون بماذا يتحدث الناس في الأسواق والبيوت؟ أغلبهم يتحدثون عن إصابة هود بالجنون ويؤلفون الحكايات حول سفاهاته ولكن لا تنسى أن هناك قلة يزداد إيمانهم به كل ما حاربناه يقول هود عليه السلام السلام عليكم يا قوم ابتعد عني أرجوك يقول هود عليه السلام ماذا بك يا رجل؟ هو لا يريد أن يكون مجنونا مثلك لقد أصابتك الآلهة بسوء فأصبحت سفيه العقل يقول هود عليه السلام يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين وماذا تريد منا؟ يقول هود أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين إنه مجرد كلام لا تملك عليه أي دليل وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين سمعتك تقول يوما إن الناس ستخرج من القبول بعد الموت ها؟ يقول هود عليه السلام هذا صحيح في يوم القيامة يحيي الله الموتى ويحاسبهم على أعمالهم تقول إننا إذا متنا وأصبحنا ترابا وعظاما سننحض مرة أخرى؟ يقول هود عليه السلام نعم أقول هذا وأنا على يقين منه إنما تدعيه مستحيل لا بعث من بعد الموت يقول هود عليه السلام رب انصرني بما كذبون وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم عجيب أمر هذا الرجل يتهمه الناس بالجنون والسفاهة ويستمر في دعواته رغم ذلك إنه لا يجذب بكلامه إلا الفقراء المحرومين من نعيم الدنيا يمنيهم هو بنعيم الآخرة نعيم الآخرة أنا لا أفهم يقول يا سيدي أن هناك جنة سيدخلها المتقون بعد أن يقوم من الموت ومنذي يوجد في جنته يعجب الناس يقول إن في جنته قصورا وأنهارا وحدائق تملأها الثمار الطيبة وحريات الحسان حسنا سأصنع أنا بمالي هذه الجنة على الأرض ما أكثر الجواري والذهب وما أسهل بناء القصور ستكون جنتي أفضل من الجنة التي يتحدث عنها هود يا هود أنت تحكي للناس عن جنة بعد الموت بينما أنا جنتي في الدنيا ويمكنك أن تراها بنفسك أدعوك لزيارتها لتتحسر على ما تدعو الناس إليه أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين يقول هود عليه السلام لا تتكبر على الله يا أمير عاد ولا تتعجل العذاب أين هذا العذاب الذي تحكي عنه؟ يقول هود عليه السلام لقد وقع عليكم غضب من ربكم وسيأتيكم العذاب عما قريب بدأت الأرض في الجفاف ولم تعد السماء تمطر والشمس تلهب لمال الصحراء وكادت الناس تهلك من العطش أشعر بالنعطش الشديد تفضل يا سيد الأمير هذا خمر أريد ماء في الحقيقة إنه أقصد تكلم يا عمليق تعرف يا مولاي أن السماء لم تنطر منذ ثلاث سنوات والماء قليل سمعت أن الماء صار أغلى من الذهب في الأسواق ما دخلي أنا بهذا الكلام أريد ماء لماذا لا تطلب من الآلهة أن تجعل السماء تنطر قليلا؟ طلبت يا سيدي ولكن يبدو أن الآلهة ما زالت غاضبة لوجود هود بيننا وجاء يوم فإذا سحاب عظيم يملأ السماء فظنه القوم غيما ماطرا فخرجوا من بيوتهم فرحين سحابة كثيفة والأمطار فوق رؤوسنا ها يا قوم لقد استجابت الآلهة لدعائي شكرا للآلهة على هذه السحابة المنطرة متى تنطر السماء؟ الجو شديد الحرارة بعد قليل تنطر السماء وتلطف من حرارة الجو يا سيد شداد هل تأخذنا معك إلى الجنة؟ الكل مدعو هنا عدا هود الذي يهددنا بالعذاب قال هود عليه السلام وأنا لا أريد أن أذهب إلى أرض لا يذكر فيها اسم الله لا تكاثر يا هود ولا تنكر الحقيقة لقد هزمت أنت وأتباعك وها هو الدليل قال هود عليه السلام عن أي دليل تتحدث؟ السحابة التي ستمطرنا بعد لحظات قال هود عليه السلام إن ما تراه فوق رأسك هو ما استعجلته من عذاب الله أنت تخدعني هذا غير صحيح قال هود عليه السلام سترى الآن بنفسك فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين تغير الجو فجأة من الجفاف الشديد والحر إلى البرد العنيف القارس بدأت الرياح تهب ارتعش كل شيء ارتعشت الأشجار والنباتات والرجال والنساء والخيام ارتعش الجلد واللحم والنخاع والعظام لا أقدر على الوقوف يا ناجد وماذا أستطيع أن أفعل لك؟ أدعو الآلهة لتفعل أي شيء آلهة؟ آية آلهة؟ الآلهة؟ هل نسيتها؟ إذها مجرد حجارة هل تسمع الحجارة؟ أو تدرك ما يدور حولها؟ أنت محتال وأنت أحمق خدعت نفسك قبل أن أخدعك يا نبي الله ما الذي يجري من حولنا؟ أجاب هود عليه السلام آية من آيات الله تعالى ريح فيها عذاب أليم ولكن كيف لا نحص بالرياح؟ ويتهب من حولنا قال هود عليه السلام آية أخرى نراها ونشهد عليها ينجي الله المؤمنين ويصيب الكافرين وحدهم بالعذاب إن أختي منهم يا نبي الله قال هود عليه السلام إنها ليست من أهلك لأنها لم تؤمن بالله لكنها أختي قال هود عليه السلام ليست دمه والصلة الحقيقية بين الناس لقد غارق واحد من أبناء نوح عليه السلام لأنه اختار طريق الكفر وقربه من نبي الله نوح لم يشفع له الرياح تهب على الكفار من زهمين كاملين متى ينتهي تعذبه؟ قال هود عليه السلام هذا أمر يعلمه الله وحده اشتد هبوب الرياح كانت الرياح تتبع الكفار حيثما ذهبوا وتطاردهم في القصور والكهوف وتشق الملابس وتمزق الجلد وتنفذ من فتحات الجسم وتدمره لا تكاد الرياح تمس شيئاً إلا قتلته ودمرته وامتصت قلبه وجعلته كالرميم إنهم يعذبون منذ سبع ليال وثمانية أيام وأي عذاب؟ كفا كنت فقط أريد أن أعرف ما الذي يجري لأصحابنا من أهل عرد متى ينتهي هذا العذاب؟ لن ينتهي أبداً حتى إذا متنا سنعذب ونبعث لنحاسب ونعذب مرة ثالثة أنت تقول كلام هود وهل كذب علينا في شيء؟ أخبرنا بالعذاب وها نحن فيه ورغم كل ما رأوا من العذاب والآيات إلا أنهم أصروا على كفرهم وعصيانهم آه وصلت جنتي أخيراً جنة؟ إنها أشبه بالقبر رغم ما فيها من الذهب والجواهر فهي تغلو من الحياة يا ويلي ما هذا؟ إنه جسد مساعد عمليق كيف عرفت؟ عرفت من هذا الخاتم في إصبعه ولكن أين رأسه؟ وكيف لي أن أعرف؟ أيكون رأسه هو ذلك الرماد المحترق بجانبه؟ لا لا أريد أن يحدث لي ذلك أتوصل إليك أيها الرياح أنا لا أريد أن أموت وانتهى العذاب وأبيدت مدينة إرم كاملة بمن فيها ممن كفروا بدعوة سيدنا هود عليه السلام حتى ذهبت معالمها ولم يتعرف عليها أحد وكانت الريح هي عذاب قوم هود لقد انتهى اليوم الثامن من عذاب الكفار لا أكاد أميز شيئاً من أسار مدينة إرم أين ذهب كل شيء؟ لقد انتهت الأعمدة العالية وصارت القصور الشامخة مجرد تراب قال هود عليه السلام اغتر قوم بقوتهم وبمدينتهم إرم التي لم يخلق مثلها في البلاد ونسوا أن القوة لله وحده وأن الخير بيد الله وحده وهذا هو جزاء الظالمين وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية في الزمن القديم كان هناك نهر من أكبر الأنهار سمي نهر الرس وقيل إن ياسف بن سيدنا نوح عليه السلام قد غرس بذور أشجار الصنوبر على شاطئ النهر ونبتت اثنتا عشرة شجرة وافتتنا الناس بها أيها الناس حضر جلالة الملك تركوز ملك إسفندارة وما حولها تفضل يا جلالة الملك بإلقاء كلمة لرعاياك أيها الناس يا عبيد الشجرة المباركة لقد حرمتم أنفسكم من شرب الماء المقدس لكي تنموا الشجرة الآلهة والآن يحق لكم أن تحتفلوا بالعيد ألا تنتهي هذه الأعياد أبدا أخفت صوتك يا أبي حتى لا يؤذونك هيا يا أبي هيا لنقدم قرابيننا في العيد إلى الشجرة فليس بوسعنا أن نفعل غير ذلك وكان للاحتفال بالأعياد تقوس عجيبة هل استعد فريق الطهاء؟ لم يحضر لي إلا مئة بقرة أريد مئة أخرى حتى يصعد دخان الطهي إلى عنان السماء لماذا لم تحضروا لكبير الطهات ما طلب؟ لقد أخذنا من الفلاحين نصف مواشيهم يا كبير الوزراء خذوا النصف الآخر المهم أن ترضى عنا الشجرة المباركة تستطيع أن تبلغ الملك تركوز أننا أعددنا كل شيء للحفلة المقدسة أرجوك أن تهدأ يا أبي لم يكن بوسعنا أن نمنع جنود الملك تركوز من أخذ مواشينا جفت الأرض وضعت الماشية فمن أين سنأكل بعد الآن؟ جارنا السيد حنظرة بن صفوان أحضر لنا هذا الطعوم وهل سنعيش على مساعدة هذا الرجل الصالح طيلة حياتنا؟ لولا هذا الرجل الطيب لهلك الفقراء والمساكين جوعا وعطشة ما رأيك يا جلالة الملك تركوز؟ لا بأس المهم أن ترضى الإلهة عنا لتعزف الموسيقى بأعلى صوت ولتعد وليمة العيد الإلهة غير راضية يا كورنار عفوا يا مولاي كيف عرفت؟ إنها صامتة تنظر إلينا بغضب وكان الشيطان إبليس الرجيم يتأمر جمعهم وقد استعد ليبث الرعب في قلوبهم يا لكم من حمقى سنمرح كثيرا هذه الليلة يا أهل إسفندار انظروا الشجرة المقدسة ارضي عنا يا إلهتنا المثمرة ليصمت الجميع ولنركع خشوعا وخضوعا للإلهة استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون لقد رضيت عنكم يا عبادي فطيبوا نفسا وقروا عينه أريقوا الخمر وارقصوا وغنوا مولاي الملكة تركوز حان وقت الانتقام من الصبي الآثم الذي تجرى وشرب من الماء المقدس إنني بريء يا مولاي الرحمة لم أقصد أصمت أيها الكافر كيف تجرؤ على تدني سماء النهر المقدس بالشرب منه كنت عطشان ولم أقدر على منع نفسي من الشرب لقد اعترف بجريمته ألم تكن تعرف أن الماء فقط لسقاية الإلهة ومحرم على العبيد أمثالك ليعدم الصبي الكافر في الحال افصلوا رأسه عن جسده أبي هل نجلس صامتين ونشاهد مقتل هذا الطفل الصغير طعلا ما أذنب إنه يستحق العذاب يا ابنتي ورك لكم يا عبيد المخلصين اسجدوا جميعا للإلهة إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا أليست هذه الثورة زوجة جارنا الطيب حنظله؟ نعم إنها هي ولكنها تبدو شريدة الفكر لعلها في مشكلة يجب أن نساعدها قدر الإمكان لطالما ساعدتنا هي وزوجها الصالح سيدتي سيدتي ماذا بك؟ لا أدري ماذا أقول لك يا شولين لقد زدت قلقا يا ابنتي أرجوك أن تتحدثي أمس استيقظ زوجي وهو يتصبب عرقا وهيرتعش من الحم هو مريض؟ لا بل أحيى إليه في نومه أن يدعو الناس إلى عبادة الله الواحد هذا خبر عظيم لقد بعث زوجك نبيا إنه أصلح رجل في زماننا لهذه الدعوة المباركة أعرف يا شولين ولكني أخاف عليه إن قوم يقتلون الأطفال إذا ضمئوا وشربوا من ماء النار فماذا سيفعلون برجل يتحدى آليته؟ دعا نبي الله حنظلة بن صفوان إلى عبادة الله وحده وترك ما دونه يدعون النبي الحق إلى قول الصدق واحتمال الأذى في سبيل الله نحن قوم فقاراء وضعاف لا قدرة لنا على نصرة النبي ودعمه فلماذا لا يفكر في دعوة الكبراء أولا؟ لقد أوحى الله لنبيه حنظلة أن يدعو الناس كافة كبيرهم وصغيرهم فقيرهم وغنيهم فكلهم أمام الله سواء إن عددنا قليل وليس معنا مال ولا سلاح فكيف؟ كيف نغلب القوم الكافرين؟ المهم أن نغلب أنفسنا أولا فلا نضعف ولا نيأس من رحمة الله نعم ولن نرتد عن الحق أبدا بعد أن عرفنا الطريق إليه إن عددهم قليل يا جلالة الملك ولا خوف منهم أن نتركهم حتى يصبحوا كثرة ولا نقدر عليهم؟ مرنا يا مولاي ونحن ننفذ أوامرك في الحال إذا كانت ابنتك يا يارش لا تنفذ أوامرك كيف سنقنع بخية القوم؟ أتسمح لي بإبداء الرأي يا مولاي؟ تكلم يا كورنار إن قوة هؤلاء الناس تتمثل في حنظلة ابن صفوان وحده فلو تخلصنا منه هزمناهم جميعا هذا الرجل يعمل في رعي الماشية أعرف ما هي خطتك؟ سنقول إن الماشية قد شربت من النهر المقدس ويستوجب ذبحها فهمت هذه إشارة تهديد ليعرف مدى قوتنا كيف تعاقبون حيوانات غير عاقلة كل ذنبها أنها تشعر بالضماء أصمت أيها الرجل المسن المخرف إننا نعاقب صاحبه الذي سهى عنها وتركها تشرب من الماء المقدس كيف تؤزون نبيا بعثه الله إليكم؟ من قال إنه نبي؟ لم يتبعه إلا الفقراء وأراذل القوم صمتا ستتحدث الشجرة المباركة استمعوا إلى إلهتنا المقدسة يا عبادي إنني غير راضية عنكم اذبحوا المزيد من الماشية ماذا تنتظرون؟ نفذوا أمر الإلهة أما زلت تؤمن بكلام حنظلة؟ بالطابة فهو نبي الله لو كان نبيا بحق لمنع عن نفسه الضرر ماذا فعل حنظلة بعدما آذيناه؟ اكتثب الدعاء علينا وماذا قال في دعائه؟ نظر إلى السماء قائلا يا رب إن عبادك أبوا إلا تكذيبي وغدوا يعبدون الشجرة لا تضر ولا تنفع ثم رفع يديه عاليا وقال اللهم أيبس شجرهم أجمع وأرهم قدرتك وسلطانك ماذا أفعل الآن؟ ليس بوسعي أن أتحدى آيات الله سأذهب إلى قرية أخرى وإلى شجرة أخرى وهذه أيضا أصابها دعاء النبي يا ويلك يا إبليس يا ويلك كيف يابست الشجرة؟ كانت مثمرة يوم أمس انظري ماذا جرى للشجرة؟ لعل ما يقوله الناس عن دعاء النبي الذي ظهر في إسفندار صحيح انتهت لعبة التجسد في الأشجار وسأضطر إلى العودة إلى طريقة القديمة هل وسوسة؟ الحمد لله لم يعد يتعرض لنا أحد لقد بهت الناس مما جرى وأدركوا أن دعوة النبي مستجابة لم يعد بوسعهم الآن أن يعاندوا أو يجدوا أي تحجة كم هو عزب هذا الماء؟ المهم أننا نجونا بديننا ونصر الله نبيه حنظلة بن صفوان عرف المؤمنون من أنصار حنظلة بمكيدة قتل نبيهم لكنهم كانوا قلة من الضعفة هيا يا شيلين أسرعي ها قد حملت ملابسي وطعاما للطريق أيضا لا يهم الطعام الآن يجب أن نحذر نبينا ونساعده على الهرب بل يجب أن نرحل معه إلى حيث يأمرنا ونحميه ونفديه بأرواحنا إذا أرادوا إزاءه كيف تمكنوا من القبض علي؟ هو لم يحاول العرب قال إنه لا فرار من قضاء الله وإن الموت في سبيل الدعوة هو أشرف له وأكرم يا له من نبي عظيم إنه رجل كافر بالشجرة المقدسة ترى هل تعود للإثمار مرة أخرى؟ أم أنها ماتت إلى الأبد؟ أيها الناس إن حنظلة هذا مجرد ساحر ساحر؟ نعم سحر إلهتكم العظيمة حتى يلهيكم عن عبادتها فتعبدوا ما يدعو إلي وهل إلهتنا المقدسة يمكن أن تسحر بهذه السهولة؟ أيها الناس استمعوا إلى الملك إن الشجرة المقدسة قد غضبت عليكم عندما سمحتم لذلك الرجل أن يعيبها ويدعوكم لعبادته غيرها فحجبت عنكم حسنها وبهاءها ارحمي هنا أياتها الشجرة المعبودة واعيدي لنا سمارك الطيبة استعدوا لحفر البئر الذي سندفن فيه حنظل حيا حتى يموت موتا بطيئا ونتلذذ بعذابه لا أدري ما فائدة هذه الأنبوبة العملاقة هذا إنجاز عظيم غير مسبوق والآن انزحوا الماء من داخل الأنبوبة هل لنا أن نفهم ما يجري؟ عندما نتم نزح الماء من الأنبوبة سنحفر في قاع النهر بئرا تتسع لرجل واحد مولاي يقصد حنظلة بن صفوان؟ ومن غيره؟ عفوا يا مولاي ولماذا كل هذا التعب؟ لنزيد في إذلاله سيكون في قاع البئر خاوية من الماء يموت فيها عطشا بينما النهر يجري من فوقه يا لا من فكرة عبقرية سأقفز في الماء وأحاول زحزحة الحجر إياك أن تفعلي هذا هل نسيت قول زوجك النبي أن الله لم يأمرنا أن نهلك أنفسنا؟ سأحاول قدر ما أستطيع لا فائدة لقد رأيت الحجر الذي وضعوه فوقه كان حجرا ثقيلا وحمله مجموعة من الغطاصين إن الإيمان الذي يملأ قلبك يكفيه ويؤمس وحشته هذا انتصار عظيم على أبناء آدم أنتم تقتلون نبيا أرسله الله لكم صرتم خدما لي دون أن أطلب وهي لحظة يجب أن أحتفل بها قدموا القرابين للإلهة واشربوا وهللوا فرحا بهذا النصر المبين ومن قاع النهر يجيء عليهم نبي الله حمضلة داعيا يا الله أن ترى ضيق مكاني وشدة كربي فارحم ضعفي وقلة حيلتي ودعا النبي وهو في حال الاحتضار اللهم ارحمني وعجل بقبض روحي ولا تؤخر إجابة دعوتي أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأنه لا معبود سواه ماذا جرى للسيدة يا الثورة؟ اطمئني عليها يا ابنتي لقد ماتت يا أبي ماتت حزنا وكبدا على فراق زوجها لعل الله قد أراد لها الخير بالنجاة من هؤلاء القوم الظالمين هيا يا أبي لا تنسى نصيحة نبي الله لنا إذا أحيط بكم فهاجروا نعم يا ابنتي إن أرض الله واسعة اللهم أمتنا على الحق وابعثنا في زمرة عبادك الصالحين وقال رب العزة جل جلاله في حديثه القدسي مخاطبا ملكه جبريل أيظن عبادي هؤلاء الذين غرهم حلمي وعبدوا غيري وقتلوا رسولي أن يقدروا على غضبي أو يخرجوا من سلطاني كيف وأنا المنتقم ممن عصاني ولم يخش عقابي أوه ما هذه الريح العاصفة أنها مجزة إنها حلم من النار النار ستأكل وجوهنا أغيثينا أن يأتها الشجرة المباركة ألا ترى أنها تحترق يا أحمق أوهرقوا يا رجالي اصنعوا حولي سياجا ووحموني من هذا العذاب ابتعد عني أيها المجنون التافة أوه إن جسدي يذوبك الماء بسم الله الرحمن الرحيم وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم